سيام في المسيحية بصراحة مختلف سيام في المسيحية غير مفروض غير مسبب غير محدد بساعات مش عارفة الساعة كام للساعة كام سيام في المسيحية عبادة تقدمة أنا بقدمها لله بقلب خاشع وعابد ماينفعش أن أنا أكون بصوم وأنا قاعد نازل بعمل حاجات بتفرج على حاجات بفكر في حاجات وربنا ده أسقطه من تفكيري لكن السيام هو أن أنا أعد أتلزز بالله أستمتع بعلاقتي معاه أصلي وأقدم له العبادة والعبادة بتمتزج معاها السيام وبيجوا زي ما يكونوا اتنين ماشيين في خط واحد حياة السيام يعني الصوم مصحوب بالصلاة تمام دائما يعني ما فيه صوم بدون صلاة يعني الشخص اللي مااخد خلوة للسيام لازم يصلي أنا بصوم عشان أصلي وبصلي مش بقادي فرض بصلي يعني بتكلم مع ربنا بصلي يعني لي علاقة بالله حياة السيام هي حياة أساسية جدا من المؤمن المؤمن بيعرف دعوته من ربنا من خلال الصيام إن هو يعود بيصلي ويصوم في محضر الله بيحقق الدعوة دي بنفس الطريقة بيأثر في المجتمع الخارجي بنفس الأسلوب كل ما أنا بقعد بصلي وبصوم بتلاقي إن حياتي بتتغير مش فريضة علي علشان ألم بيها حسنات